اشتركوا في القناة فقد نقدموا بحد الخلطة او لسلسة اكثر من رائعة وتتعرفوا معي المكونة وطريقة التحضير فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير وفرجة ممتعة اول شيء فبالنسبة للمكون الرئيسي لهذه الوصفة هادي فهو الشيف لور فانا هنا عندي وحد الشيف لوراك فيما كتشفوا معي سبارك الله فيها بزاف ديالوراق غد ان شاء الله نغسلها جيدا ننزول لها دوكل الشجر لي فيها كاملين وغادي نغسلها جيدا وغادي نرجع معكم غادي نشوفوا معي تتابع الوصفة فانا من بعد ما نقيتها فانا غسلتها جيدا وكنحلها هكا وتنغسلها من الداخل جيدا باش ما تحيد منها لكانش حاجة اللي ماشية مزيانة او اللي شوائب فكنفتحها وكنغسلها جيدا نرقتها في الماء والخل هنا عندي ماء اللي وضعته فقطنجرة احتكي غلا وعندي واحد طريف ديال الحامض وعندي الملح وغادي نمرو باش غادي نسلق للشيف لورا ديالي فانا خليتها صينة ما قطعتهاش بسم الله كنوضع الحامض في الماء ثم غادي نوضعها هكا صينة او اللي كاملة وغادي نرشع لها الملح بطبيعة الحال فالشيف لور كيبغيم لي حالي انه هو شوية عنده مضق محايد فضروري من ملحه قليلا ثم غادي نخلي هكا تسلق واحد ستا ديال دقيق وغادي نطفع لها ونرجع معاكم فالوقت اللي كي تسلق هكا الشيف لور فانا اخديت واحد ثلاثة ديال الدروسة ديال التوم او ثلاثة ديال الفصوص من التوم اللي كان نعصرهم على هاته شكل هذا فتقدروا هكا تحكوم في الحكاكة اللي ما كيتوفرش على هاته الآلة هدي تقدروا تحكوم هكا في حكاكة رقيقة ثم كنضيف بقدونس مفروم او المعدنوس اللي قطعته رقيق ما يعادل واحد ملعقة كبيرة كنضيف رشا من الملح بطبيعة الحال الملح كتبقى حسب الضوء والرغبة ملعقة صغيرة غير مملوئة من البابريكا او الفلفلة التحميرة القليل من الكوركم القليل من الفلفلة الشونية او السودانية كتبقى اختيارية القليل من الفلفل الاسود وزيت الزيتون ما يعادل واحد جملائق كبيرة من زيت الزيتون تقدروا تعوضوها بزيت نباتية ممكن بالنسبة للناس اللي ما كيتوفرش على زيت زيتون وكان اعصروا واحد مص حمضة او لنصف ليمونة حمضة سوفيوك نحرك هاد الشرمولة هادي جيدا او لهاد الصلصة هادي من بعد عفوان فانا بديت كان ناخد هاكا الشي فلور كان نعملوها كفة الصلصة هادي كان نحاولو ندهنو فانا بطبيعة الحال يدين ديالي نقين كان نحب نخدم باليدين ديالي عفوان فكان بقى هاكا نقطع شجيرات بالنسبة للشي فلور او للقرنبيت فانا يسلقته في الماء يعني صين باش كي يجيني هاكا سعر وكيبقى حتى مجموع وكيبقوا عندنا هاكا شجيرات هاكا او لها هاد الوريدات كيبقوا هاكا مقدين وكيعطونا منظر جميل كما كتشوفوا معايا فالشي فلور باقي سخون باقي مبرج احنا كنشرملوه بها الطريقة هادي وكنقادوه كنستفوه في الطنجرة فانا كنحاول هاكا نقطعوه من قطع صغيرة وغادي نستمر حتى غادي نكمل هاد الشي فلور اللي عندي كامل غا نكامل نحاول حتى يعني نقادوه نشرملوه بهذا الشكل هادا غادي نكمل الشي فلور اللي عندي ونرجع معاكم هنا بعد ما كملت الكمية اللي عندي ديل الشي فلور فانا كنضيف لها واحد الفليفلة حارة بالنسبة للناس اللي كي يحبوها كالحاجة اللي حارة وكنضيفوا احد الخيط من زيت الزيتون فبالنسبة للشي فلور فهو كيتواتم مع الحامض ومع الحرور لانا عندو واحد المدق بحلا نقولوه بس لشوية كيبغيها كي يتتبل يكون بنين صافي غادي نحط فوق النار واحد ستا ديال دقيق اولا خمسة ديال دقيق على نار مهيلة فضروري اخواتي النار تكون مهيلة ويكون طنجرة من نوع الجيد كيف ما كتشوفوا فانا هنا قد نقلبوا هكا باش كيتشرمل قد نقلب هادوك الوريدات باش كي ياخدوا اللون من الجوانب كلهم فصدقوني هاد الوصفة هادي كي يجيبها الشي فلور اكتر من رائع تمنى انكم نجربوها وتردوا علي في تعليقاتكم كيف ما عودتوني دائما فبالنسبة لهاد الوصفة هادين قدروا نضيفوا له حتى الحامض مصير انا ما موجودش معايا فدرت الحامض الخضر اصرته في الاول فالحامض كي اعطيه واحد الماضاق اكتر من رائع صافيه هنا كيف ما كتشوفو فرا الشي فلور تقريبا راه طيب فانا غدي نطفي عليه النار وغدي نوضعوه جانبا وغدي نمر باش غدي نوجد الوجبة اللي غدي ترافقه او الا الاكلاء اللي غدي ترافق الشي فلور غدي تشوفوها معايا ان شاء الله وبالنسبة للطبق الرئيسي فانا غدي نرافق طبق ديالي هو طبق سردين سمك سردين اللي غدي نقليه على الطريقة التركية لكي يجيته هو اكتر من رائع فانا هنا عندي سردين اللي غسلته زولته ثلسول ونضفته جيدا خليته حتى كي يتسقطر ثم غدي نمر باش غدي نوجد لي واحد صلصة عفوا واحد توابل غدي نتبله بواحد تبيلة لهي سريع التحضير ولنقدرون نوجدو هكا هاد الاكلة كاملا نقدرون نوجدوه بها المدة ديال نصف ساعة قريبا كتكون وجدة معنا هاد الاكلة اللي هي وجبة متكاملة فانا هنا وضعت توابل وضعت بابريكا فلفل اسود كامون قصبرة يبسة توم بودرة وزيت زيتون وشوية ديال الخل البيض فهلا بغيتون نقدم لكم هاد الوصفة فشي فيديو ما عليكم إلا تخليوا لي اكبر عدد من اللايكات هنا ايه وضعت مقلات لديهنتها بزيت زيتون وكنبقى هنا كاستردين على هاد شكل هادا وكنحطوه في المقلات حتى غدي نكون واحد الشكل اللي كيجي جميل كيعطينا واحد الطبق اللي هو جميل عند التقديم فانستمر حتى نكمل ونرجع معكم هنا بعد ما كملت كيف ما كتشفوا معي فانا وضعت فوق النار بطبيعة الحل دائما طيبوا على نار مهيلة لانا باش ما تحرقش معنا الزيت وتصبح سامة خاصة انا هنا وضعت وضعت زيت زيتون فدائما النار تكون مهيلة وقد نخليه حتى يتحمر واحد اربعة حتى الخمسة دقيق من الوجهة اولى الجهة السفلة فكيف ما كتشفوا كيبدا هكا صافي هناك تعرفوا النار هو يتحمر فقد نجيب واحد التبصيل وقد نقوم بالقلب دياله هنقلبه على الجهة الاخرى فانا نقلبته على الجهة الاخرى وانا عاود نرده المقلات بالنسبة لهات الزيت اللي زائدة تقدروا تصفيه هاتحطوها في شي طبيسية البوح ديتها لانا هادي فيها الوميغا دخوة اللي كتنزل من السردين فهو كيطلق يعني زيت دياله اللي هي مهمة ومفيدة لصحة ديالنا فهنا كنحصلوا على واحد طبق اللي هو رائع وجميل من السردين اللي هي يعني سمك اللي هو رخيص عنا احنا في المغرب الحمد لله وقد نستمر رح تنكمل السردين ديالي وقد نرجع معاكم باش قد نقدم لكم الوجبة ديال اليوم اللي نتمنتنا لإعجابكم هنا كيفما كتشوفوا معايا فصفيها هو موجود قد نجيب واحد صحن ديال التقديم وقد ننزلو فيه فكنعطيه واحد ربعة خمسة دقيق من كل جهة سفيك يكون موجود معنا على نار مهيلة فكن ننزلو هكا على هاتشكل كيفما كتشوفوا معايا كيجي هكا كيجي هكا كيعطيه حد شكل جميل جدا وكيعطي نفس للأكل صفي هذا هو الطبق اللي رافقت معاها الشيف لور واللي غادي تشوفه معايا فالسمك ديالنا كيجي على هاتشكل ديال هكا كننزوقوها كب الليمون الحامض أو الحامض واضفتليه القليل من البقدونس كزين او لكزينة ونتمنى الطبق انه هنا الاعجاب ديالكم نتمنى انه يعجبكم بطبيعة الحال اللي لاعجبكم ما تنسوش خليلي لايك اسفل الفيديو وبالنسبة الطبق ديالنا ديالشيف لور فهو كيجي على هاتشكل هذا فكيجي اكتر من رائع صدقوني ما دق لا يقاوم فعلا غادي ان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم وما بقى لي الا نودعكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته